وذات مساء وأنا مقيم في نيوجيرزي تلقيت مكالمة هاتفية من الرياض تحدث فيها معي أولا الراحل صلاح ثم الدكتور أياد لإقناعي بالتوجه إليهما في السعودية لإنشاء إذاعة عراقية معارضة للنظام الحاكم في العراق وقد حصلت وسكنت معهما في دار الضيافة في الرياض هما ينتظران الدفعة المالية المنتظرة للبدء بتأسيس حركة الوفاق وأنا منهمك بتأسيس الإذاعة وفي مساء أحد أيام تشرين الثاني 1990 جمعتنا دعوة عشاء في منزل اللواء الاعتبي في الرياض حضرها الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات وصلاح عمر العلي وأياد علاوي والعقيد المتقاعد الهارب عبدالغني الراوي والداعية الإسلامي الكردي الراحل علي عبدالعزيز وأنا في تلك الأمسية بالذات تحقق الوعد السعودي الذي ظل صلاح وأياد ينتظرانه فقد تقدم اللواء الاعتبي نحو صلاح ومد إليه بمغلف مغلق تكهن الموجودون بأنه شك وهذا أول القطر كما يقولون وبحركة لا إرادية أشار صلاح بيده إلى زميله وشريكه الأستاذ الدكتور أياد علاوي لتسلم الشك وفي أسابيع كانت حركة الوفاق الوطني قد تأسست في جدة أولا ثم في لندن بعد ذلك وأصدرت جريدتها بغداد وبدأت نشاطها السياسي المعروف وفي نفس الشهر وصل المرحوم سعد صالح جبر ومعه عشرة أعضاء من تنظيم أسماه بالمجلس العراقي الحر بهدف الحصول على الدعم السعودي وكان له ما أراد وعندما تقرر عقد مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية في آذار عام 1991 رفض قادة أعزاب المعارضة وخاصة الإسلامية مشاركة حركة وفاق صلاح وأياد ومجلس سعد صالح جبر في المؤتمر ولكنهم أجبروا على قبولهما بضغط حازم من مخابرات المملكة العربية السعودية التي خيرتهم بين قبول الحركتين أو عدم دفع الأربعة ملايين دولار لتمويل المؤتمر ولكن بعد عودة صلاح وأياد إلى لندن لم يطل بهم الزمن كثيرا حتى تفجر الخلاف بينهما وحصل الافتراق أخبرني الراحل صلاح بأن سبب الخلاف هو إقدام أياد على إيفاد اثنين من أعضاء الحركة إلى فلوريدا في أمريكا لكي يتدرب على كتابة البرامج الإذاعية ضمن الحرب النفسية الموجهة إلى الإراق بالتفاهم والتعاون مع جهة أمنية أمريكية سرية دون علم الأمين العام والأعضاء الآقرين وهذا ما دفعه إلى تجميد عضوية أياد في الحرك الأمر الذي أغضب الدكتور أياد ودفع به إلى الإنقلاب الإداري والمالي على شريكه صلاح أمر العلي لكن واحدا من أنصار الدكتور أياد وهو الدكتور صلاح الشيخ لي أخبرني عشية حصول الانفصال وكنا في مؤتمر للمعارضة في واشنطن أخبرني بأن سبب الخلاف هو أن صلاح ضمن سلسلة حالات عديدة سابقة حاول فرض هيمنته على الحركة والانفراد بها دون شركائه الآخرين فما كان من الدكتور أياد ومؤيديه تحسين معلّة نوري البدران سماعين القادري إلا أن فاجأوا صلاح واحتلوا مكتب الحركة وسيطروا على جريدة الحركة بغداد مع معداتها وأختام الإسم الرسمي للحركة اشتركوا في القناة